اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جسدتها الشركة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وما تشهده مسارات التعاون المشتركة من تطور ونماء مستمر على كافة الأصعدة ونوها سموه بهمية مواصلة العمل على تنمية أوجه العمل المشترك والدفع بها نحو أفاق أرحب بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله في قصر الإقضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين حيث أشار سموه إلى أن العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين تحضى باهتمام متبادل وحرص مستمر على توسيع أطر التعاون والتنسيق المشترك والمضي بها قدما إلى مستويات أرحب في مختلف المجالات وخلال اللقاء تم استعراض جهود مملكة البحرين وحفاظها على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة للتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوادي إلى جانب مناقشة أهم مخرجات قمة جدة للتنمية والأمن وتأكيد على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وذلك بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات ومجمل التطورات ذات الاهتمام المتبادل على الصعدين الأقليمية والدولية